طيب احنا عندنا بقى كواليس وعندنا اخبار وعندنا حصريات نبدأها بي ايه باجتماع النهاردة كابتل محمود الخطيب مع لجنة التخطيط في نادي الاهلي وكمان مع مارسل كولر على يعني الاداء اللي هو والمردود اللي مش كان طبعا على مستوى الجماهير ومش على مستوى اداء النادي الاهلي واسم نادي الاهلي النهاردة فيه كواليس معاك اكيد طبعا نهاردة الاجتماع كان سمر حوالي 220 دقيقة ما بين الكابتل الخطيب ولكن تخطيت وبعد كده كولر لما عشان النهاردة كان فريق راحة قبل سفر بقرة للتنزانيا الاجتماع شهد ان الكابتل الخطيب وجه انتقاداته لكولر بسبب ان الاهلي خسروا بثلاثين فقالوا من 45 يوم انتقادات لكولر اه اه لان الاداء انت خلاص مفانش المسلم اللي فات خمس القات بدء المسلم الجديد المفروض ان تكمل انتصارات خسرت بثلاثين فقالي من 45 يوم اللي هو السوبر الافريكي والدور الافريكي صحيح والنتائج مهزوزة وتم يعني طبعا توجيه اسئلة لكولر على هبوط مستوى اللاعبين مرة واحدة اصراره على اللوتيشن اللي هو طول الوقت والنتائج السلبية وان انت دلوقتي بتفقد نقاط بسبب ان انت مصمم على حاجة وانت شاف ان فيها اخطاء انا اسف يعني احنا حنكمل الكواليث بتاعت الاجتماع المهمة ده بس منطوع الروتيشن ده يعني الناس كلها بتطالب بيه ان لازم يكون فيه روتيشن في الناداء الاهلي عشان الناداء الاهلي يعني مش بس بيرعب فيه الدور الاحلي كمان بيرعب لا سيد الرجاء انت روتيشن من الكلم انت مجيش في ماتش جونة غير التسعة في ماتش اسموحها تسعة غير اللاعب يعني انت ما فيه سبب تشكيل يعني انت روتيشن انهم مش معترضين على كلمة الروتيشن قدوا معترضين على سبب تشكيل الروتيشن ممكن في مركز اثنين يعني انت مثلا دلوقتي في ماتش اسموح جونة كان كريم ديبيس خاتم به لاعب معك عشان نغالي معلومة كامل مصاب فاجأة في ماتش اسموحها المفروضة تكمل كريم ديبيس هو لسه 18 سنة و 18 سنة تستبعيده وتبدأ باعلم معلومة راجعة من اصابة فاللوية يتكلمه انت المفروض تكمل سبب تشكيل واللعيبة حشان ما في انسجام انت اللوية تلعب مجموعة مع بعض كان ما في الاجتماع اللوية الإطار كان انتقادات عليها فقط يعني وجهة نظر كده فقط كانت خطيبي كان بيستفسر فيها معقول لا وجهة نظر انا يعني لا وروتيشن جمعا بيتعمل غلط اه يعني انا هو كان كلام اعتراضي لجهة التخطيب وكانت خطيب معقولة في الاجتماع ان انت بتعمل حاجة يعني هما عاوزين يفهموا ايه تفسيرها انت ليه بالتمن وتسعة اللعيبة في كل مطش مختلفين انت في انت سابة تشكيل كان في السنة الفاتت مماز به كنت بتعمل ارتشن في مركز او اتين او اتاتا واللعيبة تحس انه مواربين المستوى بجانب ان انت انت صدمه مع الجمهور تاني حاجة اللعيبة في مشاكل مع اللعيبة قدت اللبس ما كناش بنسمع عنها زي السنة الفاتت ايه السبب رغم نورة كان طالب تغيير في الجهاز المعاون والجهاز الاداري ان الناس كلها تفاجئت ان كاب ساعة محافظ مشي في زل ان انت محقق خمس مطلط وفجأة جي كابتل خات بيبو وكابتل خات بيبو الراجل كان بقال له فترة سنتين قطع ناشئين فجأة جي فريق اول اعتقد الناد الاهلي يعني بيجهز كوادر تجهز الكوادر بالتدريج انا بتكلم على الفجوة اللي حصلت وليه التباين في المستوى الاداء انا بتشرح لك كل واحد بيجي انت الاسئلة بتسأل لك كولر انت ايه سبب المشاكل فبتقول طب اجابات كولر كانت ايه بقى كل قالك ان المستوى اللاعبة فيه لعيبة مشغولة بالاحتراف فيه لعيبة مشغولة بالتجديد زي ان بيكلم على التجديد فيه خمس لعيبة بيكلم في عودهم زي محمد هاني عمر الصليا علي معلول اللي عودهم تخلص في يناير يمدر في يناير اي نادي فيه اتنين فيه ثلاث لعيبة عاوزين يمددوا عودهم حمد الشناوي حمد عبد منعم برسي تاوي حمد عبد منعم اعتقد لسه عقده فيه سنة ما هو الشناوي لسه فيه سنة بلسه توفد له سنة تمديد العود عبد منعم عايز يجدد عقده مين عبد منعم عايز يجدد تمديد عقده اه مخاطر الشروط لا 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 عبد منعم هو عايز يجدد عقده ولا عايز يحترف بره لا كان محمد عبد منعم مشكلته في الاهلي في تجديد عقده وكان مكان وافق في المقابل المادي حمد عبد منعم عروض عليه كان بياخد اخر موسم لها السنة 5 فتعرض عليه إنه يتعدل لك عقدة وكتمدد بتسعة محمد عبد منعم مشكلته إنه عاوز تسوي فيها أولى مع حسين الشحات وإمام عشور محمد شناوي اللي وافقه 15 مليون فده حاجة للأهلي مش عاوز يعمل لساء في المدافع ياخد زي زي المهاجم اللي تعرف دائما المراكز كل مركز بيبقى لي أفضلية في الفلوس طبعا المهاجم طبعا ياخد الفلوس أكتر هل في عروض جاية لكابتن محمد عبد منعم لا ما فيش عروض محمد عبد منعم مضى مشكلة تسويق سواءه في يناير مع أمم أفريقيا يعني ما قيل يا جماعة إن في عروض من أوروبا تحديدا أنا مش فاكر أعتقد كم من الدوري الألماني لا لا ما فيش لألماني ولا سعودي وتقال إنه عمر مرموش هو اللي جيب له العقل زي أقار عن صحة العهدة على الأساز محمد الدكر فضل فضل الوحيد محمد عبد منعم مضى مشكلة تسويق محمد عبد منعم عشان تجيب له عروض في يناير هو محمد عبد منعم بيعلق أماله دلوقتي لو استضام الأهلي الأهلي معلاش السقف المالي بتاعه إنه يتقلق مع مضى خمص في أم أفريقيا ويجي له حاجة في يناير جب كده محمد عبد منعم ما فيش عروض جات ثلاثمية فعلينا نادي الأهلي أي بص العروض يبتيجل الأهلي الأهلي بيبدأ يتفاوض وبنلاقي فيه عروض زي محمد فتحي لما جاله عرض الوقرة يتكلم وبقى فيه مفاوضات في فلوس وتوفع عليه طيب أنا عايزي أطلع على فاصل بس قبل الفاصل عايزين نتخينئ شوية ودي يا جماعة حصريات عندنا عمر كمال عمر كمال أحمد بيه موقع لنادي الأهلي ولا لنادي الزمالك لا هو عمر كمال موقعش اللي قالي ولا للأهلي ولا الزمالك لكن الاتجاه 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 عمر كمال نفسه عنده رغبة للقبل في الزمالك من دون يوم تلات أسباب سيباكم التكلام ده لا ما قاعد يتفاوض مع الأهلي ما لو عنده رغبة لا لا بسوء عمر كمال نفسه يعني لو عنده رغبة ما عودش في الأهلي ما عودش مع المسؤولين لا 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 عنده رغبة أنا لو أنا حاسم قراري بوضع الحالة هات حاسم قراري هروح النادي اللي أنا خلاص بقراري بص رمضان الصبح لما الأهلي تفاوض معهم ما كانش فيه كان جاله زمالك وبيرمز هو راح بيرمز عشان كانتتفق وخلاص اللعيب دلوقتي النادي اللي هيوفق له على شروطه هو بيمديله